الطيبون أصناف مثل أشكال الزهور ومثل أنواع العطور فالروائح تختلف ولكن يجمعها طيب اللهم نور وجوهنا بنور طاعتك واملأ قلوبنا بحبك اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة ربي إني طرقت بابك فافتح لي ولأحبتي أبواب سمائك واغمرنا برحمتك وأجرنا من عظيم بلائك وسخل لنا الطيبين من عبادك أحلى ما في الحياة أحب لي في الله يسمعون كلماتي فيبتسموا ويرددوا معي ربي خفل لي ولأحبتي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكم عاملين إيه؟ اليوم معايا مكارونا بالفلفل الألوان بعملها بطريقة صحية علشان حبيبتي هويدة طلبتها مني وقالت إن هي عايزة تاكل مكارونا بس بطريقة صحية فطبعا إحنا عارفين إن المكارونا لها أصناف كتيرة وأنواع كتيرة ممكن إن إحنا بنعملها بس المكارونا كمان إن هي طبعا من النشويات المكارونا دايما بتكون عالية عالية طبعا في السعارات الحرارية ليه؟ لإنها نشويات لكن إحنا علشان ناكلها ناكلها بكميات صغيرة وناكلها كمان مش كل يوم أو مثلا لما ملقش حاجة نعملها الروح عاملين مكارونا لأ برضو الإفراط فيها هو اللي بيسبب من زيادة الوزن وبيسبب طبعا النشويات لكن هل المكارونا لها فوايد؟ آه المكارونا لها فوايد طبعا طبعا هي هتكون مصدر ممتاز للكربوهايدرات ليه الكربوهايدرات طبعا؟ بيزود الجسم بالطاقة زي ما إحنا عارفين كمان النشويات أو المكارونا بتكون عمليتها طويلة ومعقدة علشان الكربوهايدرات عايزالها وقت علشان تطهضم علشان كده المكارونا بتساعد في خفض مستوى السكر في الدم كمان بيكون فيه طاقة ونشاط يعني يدوها لأولادنا بس نعملها لهم بطريقة صحية وعلشان أفضل شيء إن هي تكون فيها نسبة عالية من السوائل ليه؟ علشان تدينا شعور بالشبع لمدة أطول يعني ممكن تكليها مع سلطات أفضل شيء إن أنت تكلي المكارونا تكليها مع سلطات مش لازم يعني ناكلها كبروتين ممكن كمان ناكلها كسلطة إن شاء الله هعمل سلطة المكارونا يعني بنعملها بكذا طريقة بحيث إن إحنا ننوع فيها ما ناكلهاش كتير أو لو كلناها كمان كتير ناكل بس كميات بسيطة منها اليوم أنا عمليها بطريقة صحية وبسيطة إن شاء الله إن شاء الله هتعجبكم يلا نشوف مع بعض إيه مكونات عندي نصف كيلو مكارونا أو طبعا على حسب أفراد الأسرة اللي أنت بتستخدميها وأي مكارونا طبعا أنت بتستخدميها أو بتفضليها بتعمليها أي شكل من الأشكال وعندي فلفل ألوان عندي فلفل أحمر وعندي فلفل أصفر لو عندي كمان الفلفل الأخضر حطي لو فلفل اللي هو لونه أورنج شوية برضو حطي الفلفل الألوان بيدي لها طعم لازيز جدا وعندي فصي طوم وعندي هستخدم بس معلقة واحدة بس كبيرة من زيت الزيتون زيت الزيتون يفضل إن انتي ما تسخنيهوش كتير يعني بس في الطاصة كده وتشوحي بس يا دوب يعني بس يسخن حاجة بسيطة وعندي كمان بقدونس أو كزبرة زي ما بتحبه طبعا كمان معايا ملح وفلفل هي دي بس كل مكوناتها يلا نشوف مع بعض زي طريقتها أنا عندي الفلفل الألوان زي ما انتم شايفينه كده هقطعه جوليان يعني هقطعه بس يكون زي الألم كده يعني بالطول وطبعا كل ما يكون عندك فلفل أكتر يعني الفلفل الأغضر طبعا علشان فيه كلوروفيل فالمفروض إن إحنا نستخدمه بس أنا مش عندي فلفل أغضر فاستخدمت الفلفل الأصفر والأحمر ممكن كمان الفلفل اللي هو البرتقاني برضو قيمته الغذائية عالية جدا مفيد طبعا كل ما بتنوعي في الحاجة بيكون خضروات فيها كتيرا كل طبعا ما بتكون مفيدة أكتر وبتكون شكل المكارونة كمان أشيك وشكلها حلو بتغري الأولاد وبياكلوها حتى إحنا الكبار بنحب لما تكون فيها ألوان وتكون كده مبهجة بتقطعيها بطريقة بسيطة وسهلة ممكن تقطعوها زي ما بتحبوا ممكن كمان للي مش بيحب الفلفل الألوان هيستخدم بس التوم والكزبرة الخضراء أو البقدونس يعني نحط التوم الأول في زيت الزتوم وخلاص ونحط البقدونس بعدها ونضيف المكارونة بس أنا اخترت إن يكون فلفل الألوان تديها قيمة غزائية أعلى وكمان تدينا فوائد كبيرة جدا والمكارونة كمان بتكون شكلها لذيذ ومفيد كده أنا أطعت الفلفل الألوان بالشكل اللي انتوا شايفينه أطعت الفلفل الصفرة والحمرة كمان لو عندنا فلفل حار كمان حلوة جدا بيكون طعمه لذيذ معيها هعملها بالطريقة دي كلها وعلى النار هجيب بقى مئلاية أحط فيها معلقة من زيت الزتون الزيت الزتون المفروض إن هو ما يسخنش على النار تبدأ تحطيه تنزلي فيه لو أنت بتحب الأعشاب العطرية ممكن تحطيها فيها أو ممكن خلاص تستغني وهنزل بقى الفلفل الألوان وهقلبه شوية عارفين بحيث إن هو يتشوح ويبقى ليه ريحة وطعم حلو جدا بجد المكارونة دي لذيذة وبسيطة مغزية مفيدة سواء للصغار هتبقى مفيدة جدا لو عملتها لهم طبعا مع أي حاجة من البروتينات زي لحمة دجاج سمك طبعا بيكون مفيدة وصحية 100% كمان لكن لو إحنا عاملين حمية أو عايزين ناكلها بطريقة صحية ناكلها مع صلطة علشان ما تزودناش في الوزن لإني سبحان الله الناس فكرة إن المكارونة يعني بتتخن لا طبعا المكارونة مش بتتخن ولا حاجة ده ممكن كمان تساعدنا إن إحنا ننقص وزننا طب إزاي إحنا نختار حاجة معينة يعني مثلا لازم تهتمي بنوع المكارونة تكون مصنوعة من طبعا الحبوب الكاملة أو زي الأمح الكامل يعني بلاش نجيب المكارونة اللي هي مصنوعة من الديه الأضيط يعني لو إنتوا بتحبوها طبعا يفضل إن هي تكون من الأمح الكامل بلاش المكارونة اللي من الديه الأضيط أو في دلوقتي كمان طلع مكارونة من الشيكان طبعا دي أحسن ليه علشان بتحتوي طبعا على فيتامينات ومعادن فيها ألياف غزائية كمان كمان الكمية الكمية اللي انت بتستهلكيها لأ استهلكيها يعني خدي مكارونة بكمية باعتدال وزي ما قلت لكم تاكلوا معاها سلطة تكون طبعا ما فيهاش أي دهون خالص يعني السلطة الحلوة اللي هي الخضرة بتاعتنا جرجير مع طماطم مع خيار مع بقدونس ممكن تحطي عليها سبانخ كمان يعني خديها مع الحاجات الخضروات بلاش تكلي المكارونات اللي هي فيها السعرات الحرارية الزايدة زي المكارونا بالكريمة بالصلصات اللي هي بيتحط فيها زيود كتيرة أو سمن يعني المكارونا لها فوائد لكن طبعا ناخدها في حدود ده فيه كمان ريجيم اللي هو الريجيم المكارونا لإنقاص الوزن بس طبعا بيكون بحاجات معينة بيكتب لك عليها الدكتور أو حتى لو هي بناخدها عن طريق النت أو أي شيء أو قرأنا عنها يعني بيكون فيها طبق المكارونا بيكون معاها إما خضروات ورقية دايما بتكون الخضروات اللي هي الصلطة بتاعتنا أحسن حاجة تغديها معاها الصلطة بتاعتنا وأنا اليوم كمان عملالكم فيها اللي هي إيه الفلفل الألوان ممكن كمان نحط الفلفل الأخضر الفلفل الأخضر جميل جدا جدا ممكن كمان نحط معاها الفلفل الحار الفلفل الحار هيديها قيمة غزائية واحنا عارفين الحاجات اللي هي يعني مشطشطة شوية بتنزل الوزن برضو يعني بتساعد ان هي بتعلي الحر فعلشان كده لو انتوا عايزين تاكلوا المكرونة بطريقة صحية زي ما قلتلكم اهم شيء ان احنا نجيبها من القمح الكامل او من الشوفان ليه علشان فيها معادن وفيتامينات ومسلقهاش اللا نص سلق يعني كده بحيث ان هي تكون حلوة وخفيفة ما تكونش مستوية جامد تكون فقدت خلاص الفيتامينات بتاعتها لا ممكن ادخل فيها كمان خضروات كتيرة تاني زي الكوسة زي الجزر زي البطاطس يعني الانواع الخضروات اللي انتوا بتحبوها حطوها كمان الاولاد لما بيشوفوا الالوان فيها بتبقى جميلة جدا جدا انا بالشكل ده خلاص انا عملت الفلفل الالوان عطيته تشويحة حلوة واخد طعم حلو حطيت عليه كمان الفلفل الاسويد لو عندك فلفل ابيض كمان بيديله طعم حلو جدا وحطيت عليه باقي التوم زي ما انتوا شايفيني كده وقلب توم كويس جدا هنزل بقى معاهم المكارونا المكارونا بتكون مسلوقة سلقتها انا من الاول يعني خلتها تلات تربع سوى كده علشان تاخد من التدبيلة وتشرب منها انا مش هحط لها طبعا طماطم ولا حاجة انا عايزة اكلها كده بطريقة صحية وشكلها زي ما انتوا شايفين يفتح النفس بجد ومش هتاخد معاك عشر دقايق يعني لو سلقتيها وعملت الخلطة دي ممكن تعملي الخلطة دي وبتشيليها في الفريزة واول لما يكون عندك المكارونا بتسخني الخلطة وبتحط عليها المكارونا وبكده بيكون عندك اجمل واصح طبق مكارونا هتاكلوه بجد طعمها لذيز جدا جربوها كده بدون طماطم بدون صلصات بدون كريمة بجد هتحتفظ بالفيتامينات بتاعتها وهتستفيدوا كمان واولادكم ان شاء الله هيستفيدوا اتمنى ان انا اكون افدتكم بطبق المكارونا بالفلفل الالوان ويا ربي اعجبكم طبعا لو اعجبكم الفيديو تنسوش لايك واللي مش مشترك في قناتي يشترك اشوفكم في الفيديو جديد استوضعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة